يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله هي أحد إسماء الله بدايات الرعية كانت بعشرة كان راحب ساعة الموت وكانوا السياح اللي يجوا كل طائفة يسمى بملة بستان مار شربل أو الحضيب تدير والكريسة اسمها سيدة الجبل اللي بيحكى كمان التقليد أنه لما يجى المسيح يجت معها ماريا صار لنا بعدود ألف وماتين عائلة أورتلوس قلتت خياتنا وعولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل دين ملجأي في كل دين استجابة لرغبة كهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حددية للوقوف على احتياجات الرعية زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوى السفير البواوي في الأردن آنذاك وتبادل الحديث معاً حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يجتمل على مغارة مسيحية تاريخية فأمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيته وفيك ننطق الإله ونستمد منه الحياة وبالفعل تم جمع المال وبوشرة في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان موسيقى وهذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط أنت هي يا فلك روح ملجأ لكل الخطار موسيقى الآن نحن في منطقة أم عطية هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط لأنها كانت منطقة القبور القبور للروم الكاثوليك لطائفة روم الكاثوليك لأنه بالسلط لاللاتين في مقبرة للروم في مقبرة وفي روم الكاثوليك مقبرة والبرستانت في مقبرة إذن هذا الملك تابع لكنيست الروم الكاثوليك لذلك كان فيه هنا مغارة مغارة كان يضعوا فيها الأطفال الميتين يضعوا في هذه المغارة بعدين جاء أبونا معين وفكر أنه يعمل من المغارة شيء كويس جدا نضف المغارة ورتب أمورها وقام كل العفش اللي فيها من خشاب من توابيت من كده نضفها وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة أبونا معين مهدي للطريق جئت أنا على هذا المكان مهيئة الطريق الآن قلت أنا نعمل كنيسة عزمت السفير البابوي عزمته على الصلو شاف أنه بحاجة إلى باركينج وبحاجة إلى كنيسة لا غير كنيسة البلد فلذلك أعطاني الضوء الأخضر أن نعمل هنا كنيسة وبعد تتشينيها على يد المطران ياسر العياش في التاسع عشر من شهر كانون أول لعام 2014 أصبحت كنيسة حاملات الطيب في الصلط جهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وأحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطق مدشنا صاحب السيادة المطران ياسر عياش بـ 14 أو 19 أو 12 وكان احتفال جميل جدا بحضور السفير البابوي المنصنور لينغوي الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيسة وكان الاحتفال يحضره جميع الضوائف المسيحية بالصلط وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات السخوانة الإسلام حضروا الاعتفال وأعضاء البلدية والآن جميع السواح اللي بيجوا على الصل يوجد مفتاح لهذا الكنيسة بالبلدية ساعة إذن برجوهم أيضا هذا المكان أصبح مكان محط للسباح وحقيقة كما ترون هذا المكان يحتفظ بالطابع الخاص ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نضطناها بالرمل ولكن تضاريس المغارة هي هي وجمالها هو وجدنا هنا أولا كتب قديمة اللي كانوا يصلوا فيها موجودة عندي العالم تحت بعدين ورسائل بعض الرسائل بالخط اليد رسائل الأب سمور وخصوصا أيضا سجل العمات القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة بتحتها هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة لتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق وبأسرارك النفيس وأوضح الأب حددين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراما لنساء الصلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأنه أول ما زار يسوع المسيح وهو قبر حاملات الطيب وإذا هن أخذنا البشرى أن يسوع المسيح قام وهناك مقبرة من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة فلذلك إكراما لأمهاتنا ولنسوة سميناها بحاملات الطيب عندنا هناك على يميني حاليا مغارة صغيرة كانت هي من المغارة هون المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحن يكون فيه أجساء مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوسة فحقيقة المختار رامن شوات تبرع بكل ما يلزم هذه المغارة وهندسة هو وعملنا حقيقة هذا المسار داخل المغارة الكبيرة بك تجدد حياتنا وبلدنا من جديد يا كناسة أنت أمي ملجأي في كل نيدي ملجأي في كل ضيء يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت روى فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة وبأسرارك النفيس ده يا سوع الرقيب ملجأي في كل ضيء ملجأي في كل ضيء